اشتركوا في القناة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم والنهاردة هنتكلم عن ذكر يحفظك من الحسد والعين هذا الدعاء جميل جدا وذكر جميل جدا ومستمط من الكتاب والسنة نستعين بالله تبارك وتعالى قائلين اللهم ابطل عينا معجبة نظرت وما بركت نظرت وما ذكرت حاسدة تتمنى زوال النعم أصابت في وليمة عرس ومناسبة أصابت في بيت وأفراح أصابت في خطوبة وزواج اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدته وعلما فضيعته وذكاء فسحقته أو فسحقته وجسدا فأمرضته وعضوا فعطلته وجمالا فشوهته وشعرا فأسقطته ورحما فعقمته حافظوا هلا هذا الدعاء فهو مهم جدا تخيلوا كده يعني بنتكلم عن كل عين معجبة بتنظر وبتحسد تتمنى زوال النعم بتحسد في عرس ومناسبة بتحسد في أفراح بتحسد على خطوبة وزواج بتحسد عقل عقل فيصير بليد في علم يوم يضيع وزكاء يوم حق وجسد فيمرض وعضو فيعطل وجمال فيشوه وشعر فيسقط ورحم يصير عقيما حافظوا على هذا الدعاء تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته